بداية أريد أن أعرف سر الضحكة حتى أريد أن أخذ الإجابة منك من السؤال الثاني لا هسان أقول لك أنه يعني كوفيد 19 حقيقة الآن والتكنولوجيا والعولمة جعلت الآن الحكومات سائلة حكومات قد تكون في شكلها ضعيفة لأنها قد لا تلب الطموح وهذا ما يجعل الآن دكتور طالب ذكرني بقضية الانتخابات بالفعل هو الانتخابات الآن وقضية الأبن الانتخابي لأنه جزء من الأجندة الأمنية طبعا للحكومة العراقية ولأول مرة تريد الحكومة العراقية تطور هذا المفهوم ككونسبت يعني ومصطلح أنه مو فقط هو أمن اليوم الانتخابي وإنما هو أمن ما قبل العملية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية واثناء العملية الانتخابية سواء من حيث السيطرة على الأمن السبراني للانتخابات من حيث الحفاظ على أرواح المرشحين والذين سيصوتون وكذلك بالمقابل النتائج كذلك والصناديق حتى لا تحدث أخطاء الماضية الصعبة التي أسقطتنا حقيقة وذهبت بنا إلى احتجاجات تشرين ولذلك التشاطر مع دكتور طالب في هذا النقطة مسحفون أن اللعبة الصفرية نحن قلقون جدا من مؤشرات المجتمع والاقتصاد في الأمن من اللعبة الصفرية للمواطن قد ينخفض الثقة بالعقد الاجتماعي ما بين السلطة والشعب والذي تحدث عنه طبعا في الأمس السيد الكاظمي قال أننا استطعنا العودة إلى بناء الثقة وهذا شيء جيد وحتى قضية الانتخابات وحاول أن نذكر بها قال أننا نستطيع أن نجري الانتخابات هي تدري أن الانتخابات بالأخير هي جزء من العملية السياسية أي ثقة اللي عادة تحدث بيها دكتور حسين أي ثقة؟ الثقة بالقوات الأمنية طبعا طيب تعديلا بتصريح للسيد الكاظمي يعني هذا التصريح وجه فيها العام 2021 هو عام الإنجاز العراقي وجميعنا سنصل إلى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة وسننتصر أو تنتصر الدولة وسينتصر العراق على كل التحديات على شو نستناد برأيك يعني على هذا التصريح على شو نستناد شو معطياته؟ المعطيات أنه شخصية العراقية كل ما أصبح ضغط أمامه كل ما أصبح طريق الإبداع هو طريقه حقيقة له طريق الإنجاز هو طريقه ولكن ما هو هذا الطريق اللي نتكلم عليه هل هو طريق المواطن أم طريق الجهاز الحكومي أنا أتوقع هو طريق الجهاز الحكومي لأن المفروض الآن الجهاز الحكومي الذي لم يعمل والذي لم يقوم بتعبيد شوارع جديدة لم يقوم بفتح قنوات للصرف الصحي جديدة لم 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 إلى آخره هذا الأداء الذي كان مغلب بالسياسة ومثلما حذر خبيرنا الاقتصادي دكتورنا العزيز حوله قضية الجدلية ما بين السياسة والاقتصاد هنا أستحضر هذه العبارة حقيقة نتوقع أن السيد الكاظم بعد البريك ممكن تستحضر لهذه الإجابة بعد إذنك أحتذر منك دكتور حسين إذن فاصل راحيني شوية وراجعي